وقد وجهت الحكومة فور وقوع حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغافة بموقع الحادث وشددت على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين مقدمة التعازي لأسر المتوفين وأعلنت تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين ووجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية وقد قررت الحكومة صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفة من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذا تقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة إضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة